عقد وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو اجتماعا مع رؤساء الأقالي متابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة تنول الاجتماع استعدادات الهيئة لضمان قطاعات وزارة الثقافة لإطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان تحت رعاية الرئيس عبد الفتح السيسي والتي تستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية وتشمل عددان كبير من المبادرات في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل واستفادة جميع المواطنين من مختلف الأعمار من موارد الدولة بعدالة وفعالية وتحسين جودة الحياة للمواطن المصرية